السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هانا ان شاء الله نتكلموا على وحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف كل شي يعني مربي الأرانب كيقلبوا عليه وهو كيف تسمين صغار الأرانب بسرعة الصاروخ يعني بحبوب موجودة في الصور يعني بعجالة ممكن هدروع له هاد هاد الموضوع انه الخالط ديل هاد الحبوب هادي يعني غادي تشدوا واحد يعني بشو السوق غادي تشريوا قردية حنا كنقولوا قردية هي واحد الميكيال ميكيال كيتعملوا به الفلاحة شنو غادي تديرو غادي تشريوا قردية ديل الشعير وقردية ديل الدورة وقردية ديل النخالة غادي نوريكم الطريقة ديال الخلطة وطريقة ديال كيف تشعطيه هاد 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 النخالة وهاد الشعير وهاد الدراء اذا اليكم الطريقة تابعوا معي الفيديو اذا الخلطة ديالي هي هادي يعني خلطة سحرية نكن عسابرها يعني تسمين مباشر بالنسبة للأرانب انتوما هاد نوريكم بعبدا سنوراني دايرها دايرها في هاد البرميل هادا على حسب يعني الحفاظ على هاد هاد الخالط هادا شنو درت انتوما قلما تشوفو هاد الخالط عبارة عن نخالة يعني هاد الكمية كلها على تقريبا طايحة بشي خمسمية واربعين ريال يعني 27 دايرها يعني هاد يسمو فيها انا انا خلطها بيدي هاد الخلطة هاد اشفيها فيها النخالة هادي النخالة وفيها الدراء هاي وفيها الشاعير هاد الشاعير كيقولو شاعير البيزانة يعني كينو واحد الشاعير رقيق طوام زيالو لكن هذا كي موتو عليه الارانيب يعني كيبغيو بززاف شاعير البيزانة هاكولو معايا شاعير البيزانة اذا هاد الخالط هادا هاد الكمية هاد اشها غد يتضرب لكم يعني اه الكمية اللي غادي تعطيو الارانيب ديال كم ار ماشي بززاف غادي تعطيوهم غي اه الطاس ديال الياغوز يعني فيه اه منقولو 100 كرام وتتعطيوهم مرة في الصباح ومرة فلاشية يعني هاد 100 كرام ممكن تعطيها الارانيب الصغار ارى ما نقول لكمش يعني الطاقة اللي كتبلي فيهم والوزن يعني الناس اللي يقلبوا على التصميم غير هذي فرصة يعني هدية من يوتيوب وهي هدية من القناة ديالي دي دو ساميدي أنا كان نعودكم دي مع الهدايا هذي هدية يعني مجربة الناس غاد يقولوا لي الطريقة كيفاش نعطيه هد الخلطة هذي بالنسبة الصغار ممكن تعطيه هالوم هاك مش مشكل تعطيه هالوم هاك أما بالنسبة يعني الأرانيب الأمهات نيت تولد لكم شي شي أنثى شدوا واحد المقدار ديال هاد الخلطة هذي وتكبوا عليه واحد شوية ديال الماء ساخن ولكن ماشي بزاف ماشي بزاف ديال الماء غي تحدوا أنه يسرد واحد شوية وتعطيه هالوم في الصباح الباكي كنوا متأكدين أن الأمهات ديالكم غادي يفيدوا بالحليب أولا أن الخالة غادي يشدوا الصحة ديالهم غادي يسترجعوا الصحة ديالهم وغادي يكونوا يعني في وحد الحالة يعني مزيانة مئة بالمئة إذا عقلوا معايا بالنسبة التسمين ديال الصغار ممكن أعطيوها لهم هكا ناشفة ماشي مشكل أعطيوها لهم راك تعجبهم بالنسبة الأمهات والذكر ولكن خصوصا الأمهات اللي يالله ولدوا يعني في السمن اللول في النهار اللول الثاني الثالث شدوا هكا الكيمية هكا الكيمية ماشي بزاف ممكن جوش تيصان ديال يغورس وتسردوهم ماشي ماشي ستغرقوهم بالماء اللا يعني خوفا من المرارة باش مدينو مش مرارة غيب جهة دماء يعني احنا كنقوله يتبرب شوحل شوية بالماء الساخن مع طيب تخليو شوية يبرد غيب بما شوية يبرد هكا و تعطيوهم يأكلوها كونوا متأكدين أنها خلطة رائعة رائعة بزاف هنا هذي خلطة مجربة من سنين و كانت استعملها و خصصا كنديرها الآريني بالبلدية البلدية كتستقلهم اكثر من الرومية ولكن الرومية جرلتها معهم والكروازية كذلك نفس النتيجة نتيجة يعني مورضية للغاية كين الناس اللي قد يقولون ليا الأتمينة الأتمينة كيفاش يعني هذي القرضية شحركة تدير بالنسبة للشاعير شاعير بيزانة وبالنسبة للنخالة وبالنسبة للدورة وهذه الدورة هذي ستكون يعني مدكدقة يعني إحنا كنقولوا ماشي دورة نيشن لا كنقولها مبرشة يعني كتباع هكك مشي أنتو مكتش دورات حنوها لا كتباع موجودة هكك إذن بالنسبة للأتمينة الشاعير كيدير 12 درهم سجلوا معايا باش يلمشوا السخص عارفوا رأسهم أش كتديروا إذن الدورة كتدير 12 درهم الشاعير كيدير هذي قرضية قرضية رافية 1 كمية كبيرة أنا نقوله ما تشيلوش بالكيلو سجلوش بالكيلو كتباع لكم غالي ديروا قرضية كتباع شوية رخيصة كتباع بزاف إذن القرضية ديال الشاعير 11 درهم القرضية ديال الدره 12 درهم القرضية ديال النخالة رخيصة في الثامن كتدير سدرهم ونصف سدرهم ونصف سدرهم ونصف إذن هذي الخالط كله كتشدوه كتكبوه في حلبانيو وكتخلطوه بيديكوهم ولا بشي خشبة ولا وكتقوو تستعملوه تعطيه الصغار ديالكم كونوا متأكدين أنه راه تسمين يعني بسرعة بسرعة الساروخ أنا راه ما ما كانت يقش أنه أنا مني كان أعطيهم هذه الخالطة هذي يوم عني يوم كان حسبيهم كيكبروا عندي يعني الحمد لله أنا كان دير شي تجارب يعني كان نشوفوا من الناس القدامة ولا كان نجرب الراسي المهم مني كان كان نجرب هذ هذ يعني الخالطة وكان نلقاها صدقة كان كان نحاول أنني نشرها مع العائلة ديالي اللي هما انتم هما بدون نفاق كان أعتبركم العائلة ديالي وكنتمنى لكم الخير ديروا هذي الخالطة هذي إن شاء الله وراها غدي تشكروني عليها مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم كنشكركم بزاف التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادية بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف ما تنسونا بزر جيم وتكيوا لزر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله